كان جيل مميز جداً والناس رفعت اسم مصر كتير وأخذوا البطولة الإفريقية كذا مرة كان جيل نادر جداً هو ووردة والأصبغ ده كان جيل وكل الناس عرفتهم وكل الناس تبعت كرة البسكت في وقتها يعني نحن عايزين نشوفه وإن نحن منسيناهوش وإحنا بنحبه جداً من أساطير كرة السلة في النادي الأهلي وفي مصر طبعاً وكان لعيب هايل يعني وحقق بطولات مع النادي الأهلي عديدة جداً جداً لعيب جامد أوريز يعني من فترة بقاله كتير يعني بس كان لعيب كويس وليه تاريخ يعني وليه بصمة في البسكت كابت محمد سلعوي نجم كبير من نجوم البسكت في الجيل الزهبي ونتمنى نشوفه أكتر في النادي الفترة الجاي أحب أقوله نحن عايزين نشوفك في النادي على طول وتبقى ليك تواجد وتشرفنا وتدي خبراتك للأجيال الجديدة بحيث يطلع كام نجم زيك كده يكسروا الدنيا في النادي طبعاً أحب أوجده رسالة ربنا تديه الصحة ويعافيه ونشوفه في أحسن حال إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ونحب نشوفك في النادي على طول اللي هو كابتن شوفه في النادي كتير بصواحة ويعني بطولات كتير وكده وإحنا نتمنى نشوفه دايماً في النادي ونجم جعلاني بقى في السلامة إن شاء الله أنت ببتروحش النادي ولا إيه؟ أنا بروح على طول ما الناس تلك تمسين نشوفك في النادي أنا ما خلص من ما يعني لو كانش البرنامج النهاردة متأخر بالليل ما خلص ما كنت خرائق روحت على النادي على طول إيه ده يعني طايل لأن احنا من صميم شغلنا نتواجد في التدريبات طبعاً في الملاعب آآ خاصة بس ممكن يكون مبقاش لوحد متواجد في الأماكن اللي هي يعني العامة مركزين في الملاعب آآ الشغل عشان اللعبين طيب لكن الحمد لله أنا وبسوط جداً يا كابتن يعني ده من الحاجات البسطاني جداً 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 إن اللاس لسه فاكرة اللاعب اللاعب يا كابتن مصطفى اللي في الألعاب التانية اللي الناس بتحفظه أو بتسعرف اسمه ده بشوق طريقه بصعوبة جداً غير قرط الخدف طبعاً طبعاً لا والعاب اللي هو بيسيب بصمة الناس بتفتكروا والله يا كابتن مصطفى عشان تشوق طريقك أو الناس تعرفك أو اللي يبقى رصيد عند الجمهور أو أي حاجة في الألعاب الأخرى طبعاً بتبقى محتاجة مجهود يعني بتصعب جداً 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 والناس تبقى فاكرة عشان كده بقول لعابة الكرة الحاليين احمدوا ربنا إن تلعبوا في النادي الأهلي ده ده فضل ده يعني يعني والله يعني أنا عايزة أقول لحضرك حاجة يعني الحمد لله إن مجلس دارة النادي بمهتم بالألعاب الأخرى بصرف النظر عن الكرة لأن الكرة هي عصب النادي وهي عصب هكي هي اللعبة الشعبية وهي اللي عند الوقت اللي عند الوقت مهزمة كرت اليد وكرت السلة لكن أنا أعتقد إن مجلس إدارة يعني كابتن محمود والنشاط الرياضي مهتمين اهتمام غير طبيعي بالألعاب التانية بدلين نحقق فيها كل بطولات ودي ما كانتش موجودة يعني قبل كده يعني إحنا ما كانتش موجودة حتة الاهتمام يعني إنت كنت بتاخد حاجة بسيطة لأ دلوقت إنت عايز إيه بالزبط كده طيب إنت في لجنة المواهب دور لجنة المواهب دورها إيه؟ ما باز بقى أقولك إيه؟ مثلا دور المواهب الناس موجودة بتكتشف اللعبة كده وخلاص لا قولي إيه دور كنتوا إيه في لجنة المواهب إحنا بنقوب بأكتر من دور إحنا اللجنة ديت عملت اللي مالا كم سنة؟ ديت التالتة ديت التالتة هي عملية اكتشاف الولد الزغير اللي في النادي بنعمل عنه يعني إنت الولد ده هي هم عايزين مننا طلبين منك إن الولد ده إيه مستقبله هيطلع درجولة أو مش هيطلع درجولة ده بالنسبة عشان ما نصرفش عفاظي اللي برا النادي وخد بال حضرتك إزاي اللي برا النادي إحنا بنبص عليهم عشان لو في ولد كويس تقدر تشيريه وأنت صغير غيرها ما بشيريه كل سنة السعر بيفرق طب بيبان على اللعيبك وهو صغير كده إنت من وجهة نظركم وخبرتكم بتشوف اللعيب من كم سنة سنه كم سنة اللي تقول ده ممكن ده هيبقى لعيب منتاز الولاد يا كابتن مصطفى من فيه ولاد عندنا في النادي من تسع عشر سنين بيبان على اللعيب كويس تسع عشر سنين أه وبعدين بتشوف انت والده شكله إيه والدته شكلها إيه بس من تسع بتشوف اسمه شكله إيه بس من تسع عشر سنين فيه مسبقة رسمية كوتش بيبقى كويس هل الاكتمال الجثماني بتاعه كله اكتمال لسه بقى انت يا حضرك بتشوف خامة أه موهبة بقى موهبة يعني انت خامة عندها موهبة ولا معندهش موهبة يعني فيه ولد بيبقى عنده عشر سنين زي مثل ابن طريق خير ياسين كان عنده تسع عشر سنين بيعمل مهارة ممكن لعيب درجوله ما هيعمل هاش اه الولد موهبة بعدين الولاد الزغيرة بتبقى مطلوق فترة السيف دي بتبقى مطلوقة في الملعب بالزبط فبتشوف حضرتك بتعمليه طلع كل الطاقة اللي عم ويطلعوا من الصالة بتاعتهم اتفرجوا على الدرجة اقولوا ده فلان عمل كرة كده ده فلان مش عارف اشاط الزايد بيقلد زايد ان دلوقتي اللي بتفرجوا دلوقتي سهل جدا انها جيتها تتفرج على احدث حاجة طبعا ماتشات العالمية كلها ماتشات العالمية كل حاجة مشوف لجوم العالم كلها على الشاشة الحاجات دي كانت صعبة جدا احنا ايامنا لما لما في بطولة افريقيا لما مدارب مسك البورد ايه ده ايه ده فيه ايه اه ايه البورد يعني بورد مسك البورد اه عشان يشنح عليه اه طبعا اه اه في ناس فاعدة اه مين ميركز ومين مش عادة لكن كان حاجة غريبة جدا اه دلوقتي بقت العمليات دي اللي ولاد زغيرة متعودة انا مدارب يوم بكذا حتى على السوشيال ميديا على التليفون بتاعه ممكن يشوف كل حاجة اه فالدنيا ده اختلفت زغد ان التليفون ساعد جدا جدا في التطوير زغد ان بقت فيه منافسات تحتها لا الاهالي نفسها هي اللي بتودي ولادها دلوقتي زي ما مخيش بيودي الولاد بص يا كابتن مصطب والله انا في رأيي ان الا الاولياء الامور دي هي الجندي المجهول في نجاح اي حاجة طبعا طبعا لان اه وخاصة الام هياخد بالك ازاي هي شايلة كل حاجة اه يعني هي تلاقي بعدين يعني ساعات يعني بتصعب بيتلاقي الولد بيصعب عليك صاح الساعة ستة رايح المدرسة خارج المدرسة عالتمرين بيأكل في العربية او بيأكل في النادي وعدوا تمرين ويخلص عدم عدزة كله عشان لو روح البيت هينام اه فتلحقت لا الله يكون فعان الامهات يعني يعني والراجل كمان مطحوم في شغلو كمان يا اه طبعا مش مطلوب منه نفس المجهود يعني اه 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 بلاج ازاي حضرانك كبت بس انا بقولي يعني ايه اه وفي رجالة بتقوم من نفس المهام مش عاوزة كلام مش عاوزة كلام لكن نجاح الولد بيبقى وراه وراه عوامل اساسية ودوافع اساسية اكيد طيب انت وانت كده قاعد تاية اواحد عاوزة بتفكر او في تفكيرك عاوز في موضوع شغلك وعاوزت فطفة طع التليفون في حد معاين انت بتتكلم معاه فيه اه المدام والولاد طبعا مدام والولاد وطاهر رجل وطاهر رجل طاهر هو ده المخرج بتاعك وهو نفس الكلام يعني احنا يعني عشة عمر يعني اول ما التليفون بيدرب بتاعفين ده طبعا اه طبعا بيطول في المدام والولاد برضا طيب احنا وصلنا للفترة الأخيرة اللي هي انت مين بس قبل ما نتكلم في انت مين احنا هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة مع المجلي اشتركوا في القناة